فالله لا أسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشير أتمم له رباه يا من نرتاجي هدفا عظيما قد تلاء لأكل قمار إلى سنن النسائي باب الوقت الذي ينصر فيه النساء من الصلاة روى المصنف بسندي الصحيح قال أخبارنا علي بن خشرم ومن الثقات الأزبات قال أنباءنا عيسى بن يونس ومن الثقات الأزبات عن الأوزاعي يعني علامة الشام عن الزهري أمير المنف الحديث عن عروة عروة بن الزبير وهو من الأخيار من الفقاء المحدثين من العباد من الأطقياء كان صماما يفتر يوما وكان يقوم الليل عن عائشة أوه يا سيد نساء العالمين قالت كان النساء يصلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا سلم رادي الله عنك حاتم رادي الله عنك كل شر النظر قالت كان النساء يصلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا سلم انصرفنا متلفعات بمروطهن فلا يعرفنا من الغلس وقال بابه أنهي عن وادرة الإمام بالانصراف من الصلاة يا رب أمين يا رب أمين يا رب قال عن أسف مال قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا بوجهي فقال إني إمامكم فلا تبادلوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصرافي فإني أراكم من أمامي ومن خلفي ثم قال والذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت نعم لو رأيتم ما رأيت لا ضحقتم قليلا ولا بكيتم كثيرا قلنا ما رأيت نعم قلنا ما رأيت يا رسول الله قال رأيت الجنة والنار قال رأيت الجنة والنار كفانا كفانا في الرد عليك ابن النبيل رد عليك ردا فيه حج دمغة فاسمع منه إذن أقول الباب الأول في هذا الباب متى ينصرف النساء من الصلاة عائشة قالت كان النساء يصلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا سلم انصرفنا وهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع أن في حال أغالب حال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجلس كان ما يكسر عن استغفر الله استغفر الله ثلاثا ثم يذهب لكن إذا صلى معه النساء كان يجلس فيجلس الصحابة متأسين برسول الله صلى الله عليه وسلم شوف الأدب ما كان فيها واحد فيهم يستطيع أن يقوم لأن النبي لم يقوم شوف حتى ذات تعبّت في الأدب في هذا الباب فكان يعني يجلسوا الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم أحد حتى يقوم النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان ينتظر فيسبح حتى ينصرف النساء فإذا انصرف النساء قام النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث مسائل منها قالت عائشة انصرفنا متلفعت بمروطهن ففيه مسائل المسائل الأولى جوازوا صلاة المرأة الفجر في جماعة وجوازوا يعني خروج المرأة إلى المسجد ان تخرج المرأة إلى المسجد ولا تمنع لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله لا تمنعوا إماء الله ونحن لسنا بمن ينكر بأن البيوت أولى لأن النبي قال وبيوتهن في هذا الباب وبيوتهن خير خير لهن وبيوتهن خير لهن لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن فأقول فكنا وصلين الفجر يعني جماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروتهن وفلا يعرفنا من غلس وفيها المسألة الثانية أن النبي في دأبي في غالب حالي كان يصلي الفجر بغلس لا يصلي بإصفار معناه قال أسفره فأنه أعظم للأجري وهذا معناه كما قال الشفعي جمعا أنه يبدأ بالغلس وينتهي بإصفار وكان غالب حال النبي والصحابة أنه ما كان يبدأ الفجر إلا بغلس الأمر الثالث متلفعات بمروتهن هذا في فضلهن لأنهن سمعنا قول الله جل فعلا وليضربنا بخمرهن على جوبهن فقطعت كل امرأة مرتها ثم ثم التفت التفت به فنسأل الله للفعلات أن يجعل نساء الليلة كالأمس قال أنه عن بضرة الإمام بالانصرف في هذا الباب قال النبي إني إمامكم فلا تبادروني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصرف فكان أدبا معناه السلام أنهم لا ينصرفون أنهم ما كانوا ينصرفون إلا إذا انصرف النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال لا تبادروني وهذه في هذه دلالة وضحة جدا على أن 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 بعدية الصلاة فيها أيضا التعب التوقيفي قال إني إمامكم فلا تبادروني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصرف تتأتى على معناه ولا بالانصرف يعني انصرف من إيش من الصلاة اللي هو أن يسلم قبله ولا بالانصرف بعد بعد السلام لأن هذا كان حال الصحابة لو وجدوا أنهم جلس كانوا أجلسون قال إني أراكم وطبعا الأقرب للحقيقة المقصود بالانصرف من الصلاة يعني بالسلام فإني أراكم من أمامي ومن خلف وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فإني أراكم من أمامي ومن خلفي وهذا ليس بعيد الله جلس بعضهم بقى جلس يحاول تكييف هذا أنه جعل له عينا في رأسي جعل هو الله فتح له بابا من الغيب فرأى وانتهى انتهى سلمنا ما نعرف كيف ما أحد حتى من الصحابة عرف كيف النبي يراه من خلف من خلف ها المسألة أيوة نعم في هذا الباب يعني أنت أصلا لو وضعت المرآة أمامك سترى كل من خلفك أنا أقول تصور هذا أتى الله بهم أمام عيني فرأاهم كما جاء جبريل وحمل بيت المغدس وجعله أمام النبي السلام هو يأتي يصف كل شيء في بيت المغدس المهم أنها خاصة بالنبي السلام وهذه معجزة من المعجزات ثم قال والذي نفسي والذي نفسي بيده أقسم أقسم النبي السلام ولم يستقسم إذن الأمر الذي يأتي بعده إيش جلل لابد أن نقف ونلتفت ونستمع وأزبت اليد لله جل في علاه قال نفسي بيده وهذا إثبات اليد لله جل في علاه في علاه وهي يد حقيقية طريق بجلال الله وبكمال الله وعظم الله جل في علاه لأنه أضاف اليد لمن؟ لله جل في علاه إذن فهي يد حقيقية والعجيب ما تلعش في الصحابة واحد يا مصطفى يد واتذق بذلك أليست فيها جارحة أليست تشبه الصحابة جميعا قال بيدي كل قالوا سمعنا وأطعنا ولربنا اليد ووصف الله باليد على إسر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولنفسي بيدي لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولا بكيتم أو الأمر الجلل هنا لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا لأن الجنة يعني أقرأ من شراكنا أحدكم والنار كذلك ومسألة النار النبي صلى الله عليه وسلم رأى النار وقال لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا وما تمتعتم بالنساء على الفرش أو قريب من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما رأيت تجأرون تجأرون مما فيه من هذا الهول العظيم قال رأيت الجنة والنار قال رأيت الجنة والنار وهذا فيه رد على المعتزلة وأن الجنة والنار ما زالت أقول إخوتي الكرام الفوائد المصنبطة على إيشاء قالت كان النساء يصلين فيها فضل نساء الأنصار فيها فضل نساء الأنصار وفيها جواز خلوج المرأة إلى الجماعة والجماعة وفيها القسم يستقسم الإنسان حتى حتى يعني حتى يظهر أن ما يأتي بعده من الأهمية ومكان فلا تلتفت ونقال رأيت الجنة والنار جزاكم الله خيرا أحسن الله عليكم ما أدل الفوائد ثلاثة هكذا ثلاثة صحيح ولشيخنا همة نعلت الثرية فنالت من فنون الدين رية ولشيخنا همة نعلت الثرية فنالت من فنون الدين رية فدافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلفي النقيا وتلك عقيدة السلفي النقيا فأخلص لي يتربي وبارك على شيخ النبي للخلق والضاحى المحيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر